السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كوروشي جانا انه هفضل هنعمل مع بعض شنطة بناتي مميزة في الشكل جميلة جدا وجديدة الشنطة ديت من تصميمي انا يارب بتعجبكم الخيوط المستقدمة هستقدم مقرمية متوسطة الصمك وكمان ابقى رقم 5 الشنطة ديت مش هتكلفك اكتر من 20 جنيه لان الخيط ده بيتباع بالكيلو ب40 جنيه هي اخدت مني بالزبط 400 جرام يعني اقل من نص كيلو يعني تقريبا 20 جنيه بتتباع في الاسواء من 350 ل400 جنيه يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يابد تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا هتشترك في القناة تفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة ستة سبعتاشر تمانية تسعتاشر عشرين يبقى انا اشتجلت عشرين سلسلة بعد كده باخد سلسلة بتفاع شايفة السلسلة كده عدلتها انا هقلبها على ضهبها بالشكل ده وهبدأ ااخد في الحلقة الخلفية كده في الحلقة اللي في الضهر اول جبزة حشو واحد اتنين تلاتة وهكملهم بنفس النمط كده مش في وش السلسلة لا في ضهبها كده في الحلقة اللي باينة ديت اللي هي دي شايفة باينة ازاي اه الحلقة ديت ورس حشو لنهاية الدور هيبقى عندي عشرين جبزة حشو ونرجع تاني انا كده خلصت الدور بقى عندي عشرين جبزة حشو بعد كده هبتفع سلسلة واحدة والف الشغل وابدأ الدور التاني اول جبزة هيخد فيها حشو بعد كده لفة على الابة تاني جبزة هاخد فيها اول عمود وهاخروج من حلقتين بس لفة على الابة هاخد تاني عمود وابدأ الدور بقى عندي عمود ثالث عمود من نفس المكان وابدأ من حلقتين بس لفة على الابة باخد رابع عمود وابدأ من حلقتين بس بيبقى عندي خمس خيوط على الابة لفة على الابة بخرج منهم كلهم بعد كده الجبزة اللي بعد كده اللي هي بقى عن تلاتة باخد فيها حشو بالشكل ده بيبقى عندي فشارة في اول الدور بعد كده دي اول ربزة حشو التانية التالتة وهكملهم ستاشر جبزة حشو ونرجع تاني يبقى هكملهم ستاشر جبزة حشو بعد الفشارة الفشارة عملناها بعد كده هنشتجل ستاشر جبزة حشو ونرجع تاني انا كده اشتجلت ستاشر جبزة حشو بعد الفشارة هتبقى عندي جبزة هن على طول الجبزة اللي عليها الدور حياخد فيها جبزة الفشارة اللي هي بتتكون من اربع عمود كلاستر العمود الثاني العمود الثالث العمود اربع بعد كده باخروج منهم كلهم لفع الابع باخروج منهم كلهم هيتبقى عندي جبزة في اخر الدور حاخدها حشو بالشكلاتها سلسلة ارتفاع الابتدى الثالث الثالث كله عبارة عن جبزة الحشو اول جبزة حشو باخدها جبزة حشو الافلة بتاعت الفشارة باتخل كده واخدها جبزة حشو بعد كده باخد كل جبزة حشو فوقيها جبزة حشو هلاقي في نهاية الدور عندي 20 جبزة حشو 20 جبزة حشو ونرجع تاني في بداية الدور الرابعة أنا كده وصلت لنهاية الدور الثالث عندي 20 جبزة حشو زي أول دور بعد كده سلسلة وهلف الشو وهبتدي الدور الرابعة أول جبزة باخدها جبزة حشو الثانية باخد فيها الفشارة اللي هي بتتكون من أربع عمود متصلين العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث العمود بربع لفع لبع باخرج منهم كلهم بالشكل ده بعد كده الجبزة باكم تلاتة باخد فيها جبزة حشو وابدأ أعدي وابز الحشو واحد اتنين تلاتة لحد ما وصل 16 جبزة حشو هيتبقى عندي جبزتين في الأخي الجبزة اللي قبل الأخيرة هاخد فيها في شابع الأخيرة حشو زي ما عملنا في الدور التاني بالزبط يبقى احنا هنشتجل دور حشو ودور فيه جبزتين الفش رابع اللي في الأول وفي النهاية واللي بعديه حشو واللي بعديه اللي فيه الفش رابع في الأول وفي النهاية لحد ما وصل لواحد وعشرين دور أشتجل لحد واحد وعشرين دور اللي هو هينتهي برز الحشو وهنارجعتين عشان نشوف هنكمل ازاي أنا كده وصلت لنهاية الدور الواحد وعشرين وده شكل الشنطة من قدام الصفين دولت هيبقى وش الشنطة دلوقت هنشتجل القعدة بتاعت الشنطة هنشوف هنشتجلها ازاي أول حاجة هاملها سلسلة وهلف الشور وشايفها الجبزة لها حلقتين حلقة أمامية وحلقة خلفية كل جبزة من الجبز دي لها حلقتين حلقة أمامية وحلقة خلفية احنا هنشتجل الدور ده على الحلقة الأمامية بس بادخل كده في الحلقة الأمامية وبسحب الخيط وباخد أول ورزة حشو في الدور الاثنين وعشرين بس ده هنسميه الدور الأول في القعدة بتاعت الشنطة يبقى ده الدور الأول هنرده كله في الحلقة الأمامية بدخل في الحلقة الأمامية بس بالشكل ده وباخد ورزة حشو همشي بالشكل ده لنهاية الدور هيتكون عندي عشرين جبزة حشو في الحلقة الأمامية شايف الحفة ديت هتتكون عنديك بالشكل ده يبقى أنا همشي بنفس النمط ده لنهاية الدور هيتكون عندي عشرين جبزة حشو في الحلقة الأمامية هخلص الدور ونبقى تاني أنا كده وصلت لنهاية الدور وده الدور الأول في القعدة بتاعت الشنطة كان كله في الحلقة الأمامية للغبزة بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبالك في الشور بعد كده هشتغل في الحلقتين يعني تحت الحلقتين بتدخلي بالشكل ده وبتشتغل لغبزة حشو عادية خالص بدي تدخلي تحت الحلقتين هو أول دور بس اللي بتشتغل فيه في الحلقة الأمامية ده الدور التاني في القعدة بالشكل ده هشتغل بنفس النمط ده لنهاية الدور هيبقى برضو عندي عشرين جبزة حشو في الدور التاني هاجي في نهاية الدور ابتفع سلسلة ولف الشور واشتغل الدور التالت بنفس النمط بتاعي التاني اللي هو تحت الحلقتين هرتفع عدد من السطور وهنا يبقى هتاني أنا كده اشتغلت تسع أدوار في القعدة بتاعت الشنطة بقت العرض ده وده عرض مناسب بعد كده هنبدأ عايزين نشتغل الجانب الخلفي بتاع الشنطة احنا اشتغلنا الوش بتاع الشنطة وكمان القعدة بعد كده هنشتغل الجانب الخلفي أو ضهب الشنطة هناخد سلسلة هنرتفع سلسلة هنلف الشور بالشكل ده لما بتدينا نعمل القعدة بتاعت الشنطة اشتغلت في الحلقة أول دور كنا شغالين في الحلقة الأمامية لأ هنشتغل في الحلقة الخلفية الدور الأول بتاع ضهب الشنطة هنشتغله في الحلقة الخلفية ودر أول دور معنا في الضهب بدخل في الحلقة الخلفية بالشكل ده وبشتغل في جباس حشو بشتغل في الحلقة الخلفية بيبقى عندي الحفة ديت زي ما كانت عندي تحت بالزبط بكمل لنهاية الدور في الحلقة الخلفية لحد نهاية الدور ونرجع تاني وصلت كده لنهاية الدور كله في الحلقة الخلفية وده أول دور معنا في ضهب الشنطة بعد كده بعد كده باخد سلسلة ارتفاع وبالف الشور وبشتغل تحت الحلقتين خلاص جباس حشو عادية خالص تحت الحلقتين بتوع الجبزة بالشكل ده كل جبزة بدخل وباخد جبزة حشو يبقى الدور التاني كله جباس حشو عادية تحت الحلقتين هوصل لنهاية الدور التاني بعد كده هرتفع سلسلة وابدأ اشتغال الدور التالت برضو تحت الحلقتين يعني الدور الاول بس هو اللي في الحلقة الخلفية بعد كده كل الادوار تحت الحلقتين هنرتفع عدد من الادوار ونرجع تاني انا كده ارتفعت الضهر بتاع الشنطة تسع وعشرين دور يبقى وصلنا لتسع وعشرين دور في ضهر الشنطة هنشوف دلوقتي هنكمل ازاي ونشتغل القلب بتاع الشنطة دلوقتي هنشتغل القلب بتاع الشنطة هنرتفع سلسلة وهلف الشور والدور التلاتين في ضهر الشنطة هنشتغله في تناقص في الدايته تناقص وفي نهايته تناقص مش هشتغل الاولى الجبزة الاولى هبحت تانية على طول هاخد حشو وكده كإني اخدت الاولى والتانية تناقص اشتغلت سلسلة بعد كده فقدت الجبزة الاولى وبحت التانية على طول اشتغلتها كده كإني اخدت الاولى والتانية تناقص بعد كده هشتغل كل ربزة حشو فيها ربزة حشو وابدأ عد واحد اتنين تلاتة لحد ما كملهم ستاشر هلاقي عندي في الاخر ربزتين فضلين هنرجع تاني كده اشتجلت ستاشر ربزة حشو اتبقى عندي ربزتين هاخدهم تناقص هدخل الربزة الاولى بالشكل ده واسحب الخيط والتانية هدخل واسحب الخيط هيبقى عندي تلات خريط على الابر هاخدهم مرة واحدة كده خدت الجبزتين اللي في الاخر تناقص يبقى انا عملت تناقص في البداية وتناقص في النهاية كده اصبح عندي كام الدوب اللي فات كان عندي عشرين جبزة حشو دلوقتي اصبح عندي 18 جبزة حشو بعد التناقص سلسلة وهلف الشغل وهبدأ ااخد في كل ربزة ربزة حشو اول ربزة حشو وديت بداية الدوب الواحد وتلاتين تاني ربزة حشو وهمشي في كل ربزة ربزة حشو لحد نهاية الدوب هيبقى عندي 18 ربزة حشو زي ما هم هاشتغل للتمنتاشر ربزة حشو ونبقى تاني كده وصلت لنهاية الدوب الواحد وتلاتين اخدت في كل ربزة ربزة حشو بعد كده سلسلة واحدة وهلف الشغل وهبتدي الدوب الاتنين وتلاتين الدوب الاتنين وتلاتين هنشتغل في اوله تناقص وفي نهايته تناقص اول ربزة مش هاشتغلها هبقى على التانية على طول هاخد ربزة حشو وكده كأن اخدت الاولى والتانية تناقص بعد كده في كل ربزة هاشتغل ربزة حشو لحد قبل النهاية باتنين ربزة هاخدهم تناقص يبقى احنا شغالين القلب بتاع الشمطة دور في تناقص ودور سبات اللي هو كل ربزة فيها ربزة حشو يعني الدور ده هيبقى في نهايته عندنا 16 ربزة حشو الدور 33 هنشتغله كل ربزة فيها ربزة حشو يعني هيبقوا 16 بلاسه الدور اللي بعديه هنشتغل تناقص هنشتغل دور تناقص ودور سبات لا السبات اللي هو في كل ربزة وربزة حشو مش هنعمل فيه تناقص طيب لحد ما نوصل لحد ايه لحد ما يبقى عندك في النهاية الدور 10 ربز حشو بس يبقى هنشتغل لحد اخر دور اللي هو فيه 10 ربز حشو ونبقى تاني انا كده اشتغلت اخر دور في القلاب شايفه اخر دور كان عندي 10 ربز بس يبقى انت هتشتغل لحد ما يبقى عندك 10 ربز بس برضي كده هتيجي في اي مكان تبدأي فيه هنا شايفه الشنطة مفروضة قدامك ها من الناحية دي او من الناحية دي هتبتدي من اي مكان يا جبك انا هبتدي من هنا وعمل جبز حشو على الاطار بتاع الشنطة كله يعني هلف كل الاطار بتاع الشنطة بغرز الحشو هنشوف دلوقتي هنبتدي ازاي هاجي في اي جبزة كده هدخل بالشكل ده وابدأ اسحب الخيط بتاعي وهاخد سلسلة واحدة بعد كده من نفس المكان هاخد جبزة حشو بعد كده في كل جبزة بقى هدخل واسحب الخيط واخد حشو وكل ربزة ازاي واحنا في الجنب يعني ما بين الادوار ما بين الادوار شايفة بتلاقي الاماكن باينة واضحة قدامك بتتخلي بتريد ربزة حشو يبقى كل دور كده بتبتفعي اهو بتريد ربزة حشو وتشتجلي على الخيط بتاع البداية عشان تسبتيه بالشكل ده هشتجل الاطراب كله بغرز الحشو ونرجع تاني انا كده وصلت لحد اخر الجانب وصلت الاول بالعشر ربز اللي في النهاية الادوار هدخل تحت الربزة كده بالشكل ده وهاخد ربزة حشو وابدأ ااخد تحت كل ربزة من العشرة ربزة حشو لحد ما اوصل لنهاية ربز اللي في النهاية لحد ما ما اوصل للربزة عشرة وبعد كده ابدأ اشتجل الجانب التاني يبقى كده احنا وضحنا ازاي بنشتجل في الجانب وبعد كده اشتجلنا تحت الربز وهنشتجل في الجانب التاني هنوصل لنهاية الدور بقى كله هنشتجل الاطراب كله عشان يبقى بالشكل ده من الجوانب بتاعت الشنطة ونرجع تاني انا كده عملت الاطراب بتاع الشنطة كله بغرز الحشو وصلت هنا لاخر ربزة حشو اخذتها بعد كده هنشوف هنكمل ازاي دلوقتي هشتجل الدور التاني في الاطراب اول حاجة هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بعد كده هشتجل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية يبقى انا هشتجل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية لحد ما خلص الاطراب كله ونرجع تاني انا كده خلاص عملت الاطراب كله بغرز المنزلقة شايفة الاطراب باكان الشغل بتاع الاطراب جميل جدا شايفة لفيت الاطراب كله دلوقتي هنعمل الجوانب بتاعت الشنطة الجانب ده والجانب الناحية الدنيه هنشوف هنشتجل ازاي اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده باشتجل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمان سلاسل وكمان هابتفع سلسلة كابتفاع بعد كده هضيب سلسلة على ضغراء واشتجل في الحلقة اللي بتبقى في خلف السلسلة دية اول وبزة حشو وديية التانية التالتة الضغراء الربعة الخمسة ودي الستة السبعة التمنى. يبقى الدوب الاول كله عبارة عن في كل سلسلة اشتجالنا جبزة حشو. بقى عندنا تمام جبز حشو في الدوع. بعد كده برتفع سلسلة واحدة. بلف الشور. ابدأ اشتجال في كل جبزة جبزة حشو. الاولى. التانية. التالتة. البابا. الخمسة. الستة. السبعة. الثمنة. يبقى الدور التاني. اشتجلنا تمنى ورس حشو. سلسلة. لفل. وهلف الشورل. وهبتدي الدور بالتالت. في كل جبزة جبزة حشو. الاولى. التانية. لحد ما كملهم تماني. وهفضل ارتفع كده بالاضوار لحد ما وصل خمستاشر دور. يبقى هشتجل خمستاشر دور في كل دور تمن جبز حشو. وهنرجع تاني. انا كده وصلت بالاضوار خمستاشر. اشتجلت خمستاشر دور كل دور فيه تماني جبز حشو. بعد كده هشتجل سلسلة واحدة. وهلف الشورل. ومش هشتجل اول جبزة حشو. هبقى التانية على طول. هشتجل جبزة حشو. وكده كين اخدت الاولى والتانية تناقص. وده بداية الدور السبعة عشر. بعد كده هاخد. اول جبزة بعد التناقص. التانية. التالتة. الاربعة. هيتبقى عندي جبزتين هاخدهم تناقص. يعني هدخل الجبزة بالشكل ده واسحب الخيط. والجبزة اللي بعدها واسحب الخيط. هيبقى عندي تلات خيوط على الايبة باخدهم كلهم. كده اصبح عندي في الدور ست جبز بدل تمانية. سلسلة. هالف الشجل. وهبتدي الدور الثمانتاشر. وكل جبزة فيها جبزة حشو. يعني الست جبز هشتجل لهم ست جبز زي ما هم. كل جبزة باشتجل فيها جبزة حشو. دي خمسة. واللي بعدها الست. بعد كده سلسلة ارتفاع بالف الشجل. وهنبتدي الدور بالتسعة عشر. بتناقص. مش هشتجل الاولى. هبروح على التانية على طول. هياخد حشو. كده كده اخدت الاولى والتانية تناقص. بعد كده باشتجل الجبزتين حشو. الاولى. والتانية. هيتبقى عندي هاخدهم تناقص. الاولى كده بادخل وباسحب الخيط. الغبزة اللي بعدها. بدخل وباسحب الخيط. بيبقى عندي تلات ربزة على الابر. تلات لفات على الابر بخرج منهم كلهم. كده اصبح عندي في الدور اربع ربز حشو بدل ستة. سلسلة ابتفاع بالف الشجل. وهبتدي الدور العشبين. كل جبزة حشو باخد فيها جبزة حشو. الاولى. التانية. التالتة. ببابع. بعد كده سلسلة ابتفاع بالف الشجل. وهبتدي الدور بالعشبين باول جبزتين تناقص. مش هشتجل الاولى هبوح التانية. وكده كايني خدت الاولى والتانية تناقص. هيتبقى عندي ربزتين هاخدهم تناقص. بالشكل ده. كده اصبح عندي في الدور ربزتين بدل اربعة. بعد كده في كل اللي اعايز اعباب اوز الجناب. اعمل ربز حشو في الجناب. شايفة? هابرح هنا. مكان الجبزة كده في الجنب. واسحب الخيط. وااخد ربزة حشو. ما بين الادوار بالشكل ده. وااخد ربزة حشو. اعملت زيه بالزرط الجانب الثاني. وانا برجع ثاني. انا كده خلست الجانب بتاع الشنطة وكمان عملت زيه بالضغط الجانب الثاني بالشكل ده دلوقتي هنشوف ازاي هنثبت الجناب هنجيب الشنطة بالشكل ده ده ووش الشنطة وده الجانب بنحدد اول جرزة في الجانب بتاع الشنطة اه اول جرزة هي دي بنحط عليها انت عندك اتنين جرزة فوق بنحط عليها على طول الجنب الاتنين الجرزة يعني اها قفلت الاتنين الجرزة هندفل جنبها بالضغط بالشكل ده بنحط علامة ونحط علامة كمان في اول جرزة عندنا هنا بحيث ان احنا نشبك الجنبين مع بعض بالشكل ده بعد كده بنبدأ نثبت الجبز قدام بعضها قبل ما نقفل شايفة كده كل كم غبزة كده بتعديهم وبتسبتي غبزة قدام غبزة بحيث ان يبقى الجانب متيكب صح كده احنا بدأنا نثبت اخر جبزة بالشكل ده اللي قدامها بالضبط وصلت للقاعدة بتاعت الشامض احنا شايفة هنثبتها هي كمان بحيث ان شغلنا يطلع متثبت صح بنلافي مع الشامضة كده وبتسبتي تاني فبكن التاني بتاع القاعدة اها تدعي تلفي مع ضح بالشامضة اها تاني بدأت في المعنى الجنب اخي بحاجة اخي بجوبزة كده بتقفليها مع اخي بجوبزة في الجنب اهه مفروض كده هنخيط على كده كده الجانب بتاع الشنطة بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نشبك الخيط في ابرة التنظيف ونثبت الجانب هنشوف ازاي انا كده جبت نفس الخيط وعملت عقدة كمان بعد ما جبت ابرة التنظيف وحطت فيها الخيط دلوقتي هنشوف هنثبت الجانب الاول ازاي اول حاجة هشويل العلامة من الناحية دي وهدخل من هنا من اول وبزة بالشكل ده وهي تسحب الخيط بس مش هسحبه لحد العقدة بتاعتي عشان بعد كده هندخله تحت الشور بعد كده بتشيل العلامة من الناحية التانية وتطلعي من هنا تطلعي من تحت الوبزة هنا تدخلي تحت الوبزة نبقى من الناحية التانية بعدين نبقى تاني من الناحية التانية نبقى لالاولى تانية يعني رايح قائي مش في اتجاه واحد لا احنا عايزينها تبقى تحت الوبز تسبيت تحت الوبز شايفة هنا بتدخلي تحت الوبزة بالشكل ده اهه الجهتين بتوع الوبزة بالشكل ده وتطلعي تحت الوبزة اللي قدامها بالزبط تحت الجهتين بابطه بالشكل ده تشيل العلامة التانية تبقى تاني شايفة تحت الجهتين وتحت الجهتين بتوع الوبزة والوبزة اللي قدامها بالزبط لما انت بتدبسي العلامات دياب ما بتتعبيش في انك تتحدد الجوبزة اللي قدامها بيبقى كل جوبزتين قدام بعض تبقى تاني الجوبزة اللي عليها الضرب تبقى تحت الجهتين بتوع جبزة الجبزة اللي عليها الضرب بعد كده تبقى تاني يبقى احنا بنخيط رايح جاي مش في اتجاه واحد وكل ما بنوصل لعلامة بنشالها خلاص العلامة دياب نشالها بالشكل ده ونزل عليها الدول بنتخل تحت الجهتين بتوع الجبزة والناحية التانية تحت الجهتين ونسحب الخيط هنسبت الجانب بنفس الشكل ده شايفة مش باين خلاص ان هو مستقل وسبتناه هنسبت الجانب كله وبعد كده هنشبك الجانب التاني بنفس الطبيقة ونسبته بالخيط هنبقى حين نشوف ايد الشامطة هنعمل فيها ايه دلوقتي انا ركبت الجناب زي ما انت شايفة كده تقفيل بتاع الجناب جميل جدا شايفة دلوقتي بقى فاضل بس اللي هنعمل بالوقتي الايد اللي هنركبها في الوسط وديت هنشوف هنشتجلها ازاي اول حاجة هعملها في الايد وقدت البداية بعد كده باشتجل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكملهم ستة وعشرين سلسلة ونرجع تاني كده انا كملتهم ستة وعشرين سلسلة بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف السلسلة بالشكل ده عشان هشتجل على ضحب السلسلة في الحلقة اللي في ضحب السلسلة هبدأ ااخد اول جبزة حشو التانية التالتة هوصل لنهاية السلسلة هيبقى عندي ستة وعشرين جبزة حشو هخلص الستة وعشرين جبزة حشو هنرجع تاني كده انا وصلت لنهاية الدور اصبح عندي ستة وعشرين جبزة حشو بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشكل وببتدي الدور التاني في الواقع كل ربزة هشتجل ربزة حشو يبقى الدور التاني هشتجل في كل ربزة ربزة حشو بالشكل ده وهنكرر الادوار بنفس النمط ده اللي في كل ربزة ربزة حشو الحد ما تكمليهم خمس ادوار احنا اشتجلنا الاول مع بعض والتاني بدأناه بعد كده هتكمليهم خمس ادوار ونرجع عشو نشوف الايد هنكملها ازاي انا كده ارتفعت خمس ادوار بقى عندي بالشكل ده بعد كده بشيلي الابع بس بوسع الحلقة شوية وبتني الايد بالشكل ده شايفة اول وفزة بدخل فيها من هنا وبروح الحلقة واسحبها بالشكل ده وابدأ ادخل الوبزة اللي بعدها واللي قدامها واسحب الخيط واخرج بمنزلك يبقى باخد جبزة قدام جبزة باتخد بالشكل ده والجبزة اللي قدامها على طول وباسحب الخيط وبخرج بمنزلك الجبزة اللي بعدها ادخل بالشكل ده وبادخل الجبزة اللي قدامها وباسحب الخيط طبعا بتبقى الناحية دي سلسلة البداية فبتبقى صعبة شوية تدخل الاباة واخرغها وهستمره بالشكل ده وابزع من الناحية دي وابزع من الجهة التانية وادخل واسحب الخيط واخرغ بمنزلك لحد ما خلص الستة وعشرين غرزة اللاندي وهنرجع تاني انا كده ركبت القفل ده القفل ده شك من الدايرة ديت وكمان ديت كمان شك زيه بتشكيهم الاتنين واحدة في القلاب واحدة في وش الشنط وركبت الحلقة ديت زي ديت بالزبط بتفتحيها بالشكل ده وبتدخليها في الجنب هنا بالشكل ده بعد كده بتجيبي سلسلة طبعاً في اشكال كتيرة للسلاسل اللي تعجبك بتجيبيها وبتعال لقيها بالشكل ده فاضل بس اليد اللي هنركبها فوق هنا ودية اللي اشتغلناها اها بنخيطها من الناحية دي بالخيط والناحية دي بالخيط بالقبرة التنظيف بنسبتها بعد كده هتبقى الشنطة جاهزة ان انت تشوفيها النهائي انا هبكي باليد ونبقى عشان نشوف شكل الشنطة النهائي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة وده شكل الشنطة النهائي شايفة الشنطة جميلة جداً تقفلها جميل ده ضح بين الشنطة اتمنى الشنطة تكون عجبتك عملية جميلة ومش مكلفة خالص يعني كلفتنا عشرين جنيه بالزبط لان خط المكرمية ده بيتباع الكيلو باربعين هي اخدت ربا مية جرام يعني اقل من نص كيلو شنطة جميلة عملية جدا وشيك اتمنى شنطة تكون عجبتك لو عجبتك اعمل لايك ومشاركة مع الاصدقاء لو جديدة معنا اشتبكي في القناة وفعل الجراس عشان يوصل للك كل جديد ان شاء الله شكرا لكم